موسيقى الربعة صباحا الواحدة بتوقيت جرنات شمو جزون اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان جهود مصر من اجل انهاء الازمة الحالية في السودان الشقيقة تتكامل مع مختلف المسارات الاقليمية الذات الصلة بما فيها الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية كما انها تستند الى عدد من المحددات والثوابت ابرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لاطلاق النار ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والامن الافريقي التي انعقدت لبحث الازمة الراهنة في السودان وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الافارقة وشدد الرئيس السيسي على احترام مصر لارادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مؤكدا استمرار مصر في بذري كل الجهود من اجل انهاء الازمة الحالية دعت السعودية والولايات المتحدة الامريكية الكوات المسلحة السودانية والدعم السريع الى مواصلة النقاش للتوصل الى اتفاق بشأن تمديد وقف اطلاق النار الذي سينتهي يوم التاسع والعشرين من مايو واوضح البلدان بصفتهما وسيطين لاتفاق وقف اطلاق النار قصير الامد في السودان ان التمديد سيسهل ايصال المساعدات الانسانية التي يحتاجها الشعب السوداني استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر مجلس امناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابع للمحور المجتمعي الاربع المقبلة حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة مشروع القانون المحال الى الحوار الوطني بشأن انشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه رئيس الجمهورية يدلي الناخبون الاتراك باصواتهم اليوم في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب اردوغان ومنافسه كمال كليجدار اغلو ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت فيما يقرب من 192 الف مركز اقتراع واشارت موفادة اكسرا نيوز الى وجود قناعة بين الاطراك بان الانتخابات الحالية تمثل نقطة فاصلة في تاريخ البلاد موضحة ان الفارق الضئيل في الجولة الاولى من الانتخابات بين المرشحين يجعل جولة الاعادة اكثر صعوبة هزت انفجارات قوية العاصمة الاوكرانية كييف واعلن مسؤولون في العاصمة الاوكرانية مقتر شخص على الاقل واصابة ثلاثة في غارة روسية واعلن عمدة كييف عن اسقاط اكثر من 20 طائرة مسيرة روسية كانت تتجه نحو العاصمة والمزيد من الاخبار يمكنكم مشاهدين تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بيلي او من خلال الكيو ار كود ظاهر على شاشتي امام حضرتكم شكرا على طيب المتابع وتقبلوا تحياتي انا رد وعد دمتم في امان الله اشتركوا في القناة